أنا قلت خلاصة الكلام أن التشيئ هو حركة ثورية من أجل الحق والعدل والشورى في الأمة الإسلامية وهي أمواج عديدة حركة التشيئ أمواج عديدة أكثر من 70 فرقة كانت ولا يزالون مستمرين ووصل هذا الفكر إلى حيث انطلق في البداية إلى مبدأ الشورى والآن الشيئ يطبقون مبدأ الشورى في اختيار الإمام وكل الأفكار التي مرت في السابق وفي القرون السابقة تجاوزوها والآن هم متفقين مع فكر واحد مع بقية المسلمين ولا داعية لتقسيم المسلمين إلى سنة وشيعة كلنا مسلمون إن شاء الله ونؤمن باختيار الإمام بأنفسنا وإقامة الحق والعدل ومحاربة الظلم والاستعمار والاحتلال الصهيوني في بلاد المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته